اشتركوا في القناة ممكن ان نزيد عليها وممكن حضراتكم تشاركوا معايا في النقاش ونشتغل على ده عشان نحقق ما نريده في النهاية الاب والام الذي يبحث عن كيف ينمي القيادة لدى ابنائه لا بد وان يعرف اولا ماذا تعني القيادة وما المطلوب منه بالواعي بمثلوم القيادة القيادة لا تقف عند حد التنظير وانما تذهب الى الفعل والسلوك ولهذا احباء الكرام استمعوا الى ابنائكم حاوروهم اكتشفوا ما لديهم من امكانات ومواهب ادفعوا ابنائكم الى العلم والتعلم والمعرفة وعدم الاكتفاء بالحصول على الشهادات الامة مضعتش والمجتمع مضعش وساده الجهل والامية وساده غياب الوعي وعدم الحكم الحقيقي على الامور في صورتها الحقيقية الا نتيجة الفوضى التي تمارس في المدارس نتيجة تغييب الزهنية وانتشار المذكرات والكتيبات والملخصات والدروس الخصوصية وفوضى الخطاب وغياب المدرسة عن اداء دورها أيها الأحبة الكرام تستطيعوا ان تدفعوا ابنائكم الى تلقي العلم بملكاته وهم داخل البيت وان يستمتعوا بقراءة القصص وان يستمتعوا بالرحلات الكشفية وان يستمتعوا بالرحلات الميدانية تستطيعوا ان تنتقلوا ابنائكم من الاجتهاد في الحصول على الدرجات الاكاديمية وهي امر يعني طبيعي والانجاز الى انه يبقى عنده طموح ولديه رغبة في ان يعيش حياه بجد لديه فيها القدرة على ان يتخذ القرار يبقى عنده القدرة انه يبقى انسان اجابه علموا ابنائكم ان التميز بالعلم وبالمعرفة وان القيادة تحتاج الى الممارسة احباء الكرام في سمات القيادة ان القائد لديه ثقافة ومعلومات عامة الابناء الذين يسودهم ثقافة الاسف الشديد ثقافة لا تنتمي للعلم ولا للمعرفة ثقافة الاغاني وثقافة الفوضى السائدة في هذا المجتمع وغيره من المجتمعات للأسف الشديد امر مش كويس الاباء الذين يفتقدون الى القطاب العاطفي والى الزكاء الوجداني للأسف لن يصدروا اي مبدأ مبادئ القيادة تحدثنا في الزكاء التربية الوجدانية مدخلا لبناء الإرادة والوجدان فكرين اللي معايا شافوا هذا البرنامج موجود في منصة رواق موجود في قسم العلوم الاجتماعية في المواد المؤرشفة ارجعوا لي واسمعوا له التربية الوجدانية مدخلا لبناء الإرادة والوجدان ارجعوا اسمعوا الثقة بالنفس طريق التميز المواد بتاعتنا كل واحدة بتسلم التانية أنا لا أتحدث معكم هباء ولا جزاف ولا أخطار قضايا ومواضيع أبدا والله ارتجالا وإنما بعضها يبني على بعضه البعض علموهم إزاي يعيشوا في جو عاطفي إجابي ابعدوهم عن القضايا والمشكلات ابعدوهم عن الفوضى التي تسود في الخطاب العاطفي علموا أبنائكم مهارة إبداء الرأي والتعبير عن الذات علموا أبنائكم إزاي يعقلوا ويفهموا ويعملوا العقل والقلب في موضعه علموا أبنائكم كيف يتفاعلوا مع الحدث وكيف ينفعلوا ويعبروا عن مشاعرهم التعبير الصادق والمنضبط علموا أبنائكم أحباء الكرام على العطاء في زمن نضب وقل فيه العطاء كنوا قدوة صالحة لأبنائكم تحلوا بصفات كالصدق غبى الصدق وغبى قصص الصدق الموجودة في القرآن وموجودة في التراث الإسلامي والموجودة في تراثنا وفي حياتنا وفي واقعنا الأمانة تحولت إلى كلمات تقال وللأسف الشديد غابت داخل المدارس وغابت داخل المجتمعات وداخل الأسر حب الخير مساعدة المحتاجين الأمة تحتاج إلى ذلك انتشار القتل وسفك الدماء والفوضى ومشاهدة ذلك في وسائل الإعلام ليلة نهار للأسف الشديد أمور سيئة تؤثر على مشاعر الأبناء وعلى انطباعاتهم علموهم كيف ينتصروا للحق علموهم أن الحياة ليست أكل وشرب فقط وإنما الأهالي يجب أن يكونوا قدوة لأبنائهم أيها الأحبة الكرام علموهم تحمل المسئولية منذ بداية ونعومة أصفارهم علموهم كيف يختاروا ويحافظوا على ممتلكاتهم وممتلكات الوطن وممتلكات المكان والشارع والممتلكات العامة كيف يربوا نباتات وحيوانات أليفة وهم صغار ويرعوها ويعتنوا بها تعلموهم تحمل المسئولية إزاي يرعى أخو الصغير أو أخت الصغيرة إزاي يحنوا عليهم خلوه يحس بمعنى الطفولة الحقيقية المسئولية أحبا يتتدرج من أنه يشتري ملابسه ويتعلم كيف يشتري ثوبه وكيف يحافظ عليه وإزاي يطبق ملابسه وإزاي يرتب سريره وإزاي يتعامل علموهم ده والله والله العظيم ده أهم ألف مرة من الدروس خصي والله العظيم أهم ألف مرة من أنك تعود تسرخي وفوق دماغ ابنك وانت ظنى أنه كده هيبقى لا أبدا أبدا التوجيه والتربية والرعاية والتحصيل أمر مهم ولكن الأهم منه أنه ما يطلعش يسرخ زي أبوه أو يسرخ زي أمه على الفارغ البطال تعلموا وخلونا نعي ما المطلوب حتى يكون الجيل اللي خارج الجيل منضبط واعي وعارف هو بيعمل إيه علموهم الاستقلال بلاش الحماية الزايدة شوف نمازج في الغرب رائعة بعيدة عن الحماية الزايدة تدفع إلى الثقة بالنفس أجماعة شوفوا اتعلموا من الغرب الخصال الإيجابية نسينا حاجات كثيرة جدا في طراثنا نسينا المنهج النبوي في التعليم نسينا الطراث الحقيقي صفات مهمة قدرة على اتخاذ القرار كلها أمور في غاية الأهمية اتعلم من هو صغير كيف يأخذ قرار كما قلت ملابس الرحلة قرارات بسيطة لن تؤثر على حياة ولن تؤثر على صفاته أيضا أحباء الكرام من المهم جدا مراعاة عمر الأبناء وطريقة الخطاب الابن هو صغير ابن ثلاث سنين ست سنوات عشر سنوات اتناشر سنة لعبوهم سبع أدبوهم سبع صاحبهم سبع سم وأطلقوا لهم الحبل على الغارب شجعوهم على الانخراط في فعاليات ونشاطات اجتماعية أحباء الكرام مهارات الإقناع واستقطاب الآخرين بالرغم من الاختلافات أمر مهم الكشافة الرحلات النمازج القيادية بالحوار ما أعظم نمازج القرآن في القيادة إن خير من استأجرت القوي الأمين فبما رحمة من الله لنت لهم ولكن تفضن غليظ القلب لنفض من حولك فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله علموهم قصص القرآن علموهم القصص في كل قصص النبيين على مستوى العالم أحباء الكرام تلك هي النبتة بين أيديكم إذا أردتم أن تسمر وإذا أردتم أن تكون نموزجا من العطاء والإثمار لابد أن تجد الرعاية وأنتم من يرعى وكلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته نلتقي إن شاء الله في مداخلة أخرى قادمة على خير في أمان الله شكرا للمشاهدة